موسيقى كنرحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة أخرى من برنامج مسيرة المؤمن وكنرحب أيضا بالأخ داوت والأخ يوسف اللي غادي نشاركوا معنا في هذه الحلقة موضوع اليوم غادي دور على المؤمن المسيحي وموقفه من السحر والمشاهدين أخ داوت الأخ يوسف مرحبا بكم سهلا وسهلا الأخ يوسف في التثنية 18 من الآية 10-14 نشوفه بأن الله أعطى شريعة لموسى انهى على أشياء يعملها لماذا؟ يعني هو انهى على أمور متعلقة بالسحر والشعوذة كما قلت في التثنية فصل 18 وابتداء من الآية 10-13 كي قل فيها ولا يكون بينكم من يجيز ابنه ولا ابنته في النار ولا يتعطى العرافة ولا العيافة ولا ممارسة الفائل أو السحر ولا من يرقي رقيا أو يشاور جانا أو وسيطا أو يستحذر أرواح الموتة ليسائلهم لأن كل من يتعطى ذلك مكروه لدى الرب فبسبب هذه الأرجاس عزم الرب إليكم عن طرد هذه الأمم من أمامكم فأنا كنت نشوفه كيتكلم على إجازة الإبن والابنت في النار على السحر على العرافة على السحر على استحذار الأرواح وكلها مرتبطة بالشعوذة والسحر يعني كاللخصوها الشعوذة والسحر وكانت كنت تميز بها الأمم اللي الله طردهم من قدام الشعب لأن الله من ناحية كان بغي شعب صافي له شعب أن نقي شعب ما كي يستعملش هذه الأمور من ناحية أخرى هذه الأمور عندها ارتباط بالشياطين وبالأرواح الشريرة وبكل ما هو شر اللي كي يبغضو الله فالله ما بغاش الشعب يبقى يعني يمارس أو يدخل على العقائد والوصايا اللي اعطاها الله أمور اللي هي جاية من إبليس وجاية من الشرير الأخ دور شني بعض الأمور في الشعوذة اللي يحرام ما نقدرش نقول بأن بعض الأمور كل أمور مرتبطة بالشعوذة مش هي حرام لكن هي شر لأن الحرام يقدر مع الزمان يتغير أو تجبر نفسك في حالة مجبر أنك تمارسها مثلا عندنا العرب لحم الخنزير ما يأكلوش لكن هذو كل اللي فاتوا في الحرب مثلا كان بالصفة عليهم إذا كان غضوة طبعا يأكلوه نحن نعمل الفرق بالحلال والشر الشعوذة هي شر ثم أشار إليه الآخ يوسف من الكتاب المقدس يعني الله قدوس ويبغي شعبه عابديه يكونوا قدسين طاهرين ما يمسوش الشعوذة لا من قريب ولا من بعيد لأنها نجسة نجسة الروح وتتوضع الشخص في عداوة إلى الله فإحنا ما نقلش هذه شعوذة بيضة سهلة هذه عزام أو سحر ما فيها بس نستعمله تعرفين باللي حتى هذو كل اللي يقرأوا يقولوا يقرأوا الكف أو الأوغوسكوب مثلا حتى هذه المؤمن المسيحي ما عنده علاش يمشي يطلحها باش يعرف آش غادي يكون ليه في المستقبل أو شي حاجة الكتاب كي يقولنا بأن الله يعرف طرق لمحبيه في الوقت المناسب هذا هو الموقف دينا من الشعوذة ولكن احنا بغينا نعرفه علاش الله يعني تنهانا من هذه الأشياء مثلا الأخ داود قال لأخ يوسف بأن قراءة الكف هي خصناش نقراوها لكن أو قراءة أو الأبراج من نجوم إلى آخر ولكن بعض العلمات يقول لك لا قراءة الكف رحية بحالة يعني هي ماشي غير جي وقرأ الكف أو غير جي وقل بأن البرج الفلانير غي يكون يومه ولكن هي رعا علمنا العلوم فعلاش الله نهانا من هذا الشيء يعني دائما إبليس كي يغر الناس وكي يحط لهم مبررات وتبريرات باش يغير أو ما يخليهمش يشوفوا حقيقة الأمور كما هي مثلا بزاف ديال هاد الأمور اللي يسمعنا مثلا الأبراج قراءة الكاف النجوم أو يعني يبدوا يدرسوا الكواكب والثقاء هاوي يبدوا يقولوا كل هاد الأمور كلها هي مرتبطة بإبليس وبجنوده لكن إبليس دكي ما كيخليش الناس تعرف بأن هاد الأمور هي مرتبطة بي شحامن كنشوفه مثلا في بلادنا بزاف الناس كيمشيوا الأولياء الصالحين وتمشي واحد كيقول لهم جيب شي فرخ ولا جيب شي حاجة وذبحها هنا ويعطيهم شي طلاصيم ولا شي عاجل كنسميه احنا حجاب ولا السبوب وكيعطيه ليهم وكيسحابوا بأنهم كيدلوا شي حاجة يعني بريئة ايه بريئة أو كل هاد الأمور هي بعيدة على الشيطان لكن لو هما يعرفوا بأن هاد الأمور هي مرتبطة بالشيطان كانوا يبعدوا لأنهم كيخافوا من إبليس لكن لأن إبليس كيجزيل لهم الأمور فهما كيمشيوا وكيتجهوا لهذا الأمور الله بغى شعب نقي بغانا نكونوا نقيين بغانا نكونوا مبعدين على هاد المسائل بغانا نكونوا معتامدين عليه لأنه إذا أنا باش نعرف المستقبل ديالي يخسر المشي عنده واحد من هاد الناس معناته أنا ما تيقش في الله اللي ماسك المستقبل ديالي فالله بغانا أنه المستقبل ديالي يكون بين يديه وإذا بغينا شي حاجة نجيول عنده ومدام احنا في الضلاء احنا مرتاحين احنا هانين لأنه ما يمكنش واحد يكون في الضلاء ويكون خايف إنه الضغة يتهلك اللي هو في الضلاء مضمون صحيح اللي هو خارج الضلاء هذا يخاف على رأسه يخاف على مستقبله وإحنا ما نأيج أو نقبل بسهولة لأن العلم يقول إحنا نأمن بكلمة الله لأن حياتنا هي في يد المسيح وكلمته لها السلطة في حياتنا العلوم تقدر تبرهن لنا على شي حاجة لكن ما شي حيت برهنت العلوم قالت فخصنا نطيق ونأمن ونقبل هذا الشيء بالتمام مئة في المئة بالعلوم الإنسان صنع أمور خرابة قتالة كذلك فخصنا نرد بالنا هنا سنعرفوا بأن بعض الناس يمشون عند الصحراء ومشعودين يمشون عفوا المستقبل أو بش يعملوا كيف مثلا نقول إحنا يعملوا عمل وكان للناس اللي تكونوا بحاجة تسحر لهم وبغوا يمشيوا بش يتفك لهم هذا العمل تظن الأخ داود بأن هاد الناس عندهم حاجة بش يمشوا بش يفكوا استحر ديالهم؟ المؤمن المسيحي ما عنده أي حاجة ولا أي علاقة بهذا الشيء كما قلت لمن قريب ولا من بعيد إذا سمحتي عندي مثال كنت كان أعرف واحد صديق جزائري مزوج مع مؤمنة مسيحية وانا كنت كانت تكلم مع هاد الصديق ما كانش يأمن بالمسيح واحد من نهار جل عندي قال لي داود شكون هو أقوى؟ المسيح ولا الشيطان؟ وقلت له علاش طرحت علي هاد السؤال ما رأيك؟ قال لي كنظن المسيح وقلت له علاش ما تأمنش به؟ قال لي ما زال راني في الطريق؟ أش منعك؟ وعلاش طرحت هاد السؤال؟ فجاوبني وقال لي مشال السوق لعند السحار وخاط الصورة ديال مرته هو باش السحار يدير العملية على صورة زوجته باش زوجته دائما تحت السيطرة دياله والسحار دار العملية وبدك يدير العملية لكن في التالي قال الصديق ديالي قال لي أنا ما نقدر ندير والو على هاد السيداء على هاد الإنسان لأنه كنه واحد القوة كتدفعني حاميها المسيح فما قالش المسيح قال كنه قوة كتدفعني كتمنعني باش ما نقربش لهذا المرة فأنا قلت لهذا نقول صديق لأنه كان عارفه في الحقيقة ما هوش صديق الصديق بالنسبة لي أنه كان عارف زوجته أنا والزوجتي نعرفه المهم وقلت له شنه رأيك الآن شكون هو الأعظم وعلش ما تآمنش بالمسيح فهز كتافه وما أعطاه جواب يعني الله يقدر يجيب الشخص حتى القدام الحالة فين هو يشوف ويختبر وكان اللي عمعوا ضميرهم حرقوا ضميرهم باش ما يآمنوش فاش غادي ندير ما عندنا ما ندير احنا نحذروهم نقول لهم هاد المعاملات هي معاملة شيطانية اللي تعطى لها راه كي يتعاهد مع الشيطان يعني المسيح اسمهيته كان كيخرج الأرواح الشريرة من الناس وجو عنده قالوا هذا ببعلى زابول يعني رئيس الشياطين كي يخرج الشياطين وهو قال لهم ما يمكنش مملكات نقاسم على راسها فبمعنى أن الشخص اللي معمول لي عمال يعني مسحور لي أو مكبل بإبليس ما يقدرش يمشي عند الناس خدامين مع إبليس باش يحيدوا له القيود ديل إبليس ما يمكنش إبليس ينقاسم على راسه يقول لي هو كي يربطه هو كيفك الشخص الوحيد اللي عنده القدرة على كل أعمال إبليس لأنه يبطلها ويفك كل القيود هو شخص رب يسوع المسيح لازم الشخص يجي ويسلم حياته تعرفين أمور اللي في المجتمع دينا منتشرة والناس ما منتبهينش لأعلم ما كيمشيوا مثلاً اللي عند شي سيد أو شي فقير وكيقول لهم جيبوا لي يا فروج أو جيبوا لي يا حولي أو جيبوا ديك الدبيحة عنده أحد الدلالة عميقة فقط الناس اللي قربوا من الله وعرفوا الكتاب المقدس لأنه كيتكلم على الدبيحة وكيتكلم على القوة ديال الدم لأنه في الكتاب المقدس ما يقدرش يفهموا هذا شيء ديك الدبيحة اللي كيقدمه هي دبيحة لإبليس ودبيحة لإبليس كأنه عهد تقطع مع إبليس وإبليس كييربط الناس بهذا الوسائل ففقط لما كيجيوا عند المسيح دم المسيح يطهر من كل خطية دم المسيح كيفك كل قيد وكل رباط لما كيجي دم المسيح مقابل ذلك الدم ذلك الدم اللي تقدم لإبليس كيقول لي ما عنده احتشي قيمة لأنه دم المسيح قوي والمسيح هو اللي كيحرر فعوض إنهم يبقوا ويمشيوا عند الناس يضحكوا عليهم ويخسروا فلوسهم ويخسروا ليهم عقولهم يعني يتسلوا عليهم يجي عند المسيح ويسلم حياته للمسيح والمسيح يحرره من كل شر أو كل قيد أو رباط ذلك أنا سألتكم هذا السؤال لأنه بعض النساء اللي تقولوا أنهم آمنوا ولكن أنا سنظر بأنه مازال ما آمنوا لأنه مازال ما أعرفيش القدر دي المسيح من يتمنى أنه نهضر معهم يبدأ يقولوا آف لأنه سحر لي مرتخوية سحر لي أو مهم إحنا غاية نعطوه ميتان فأنا سنقولهم دائما ما تخافوش من السحر لكنه فعلا آمنين بره بيسوع المسيح نتمنى أنهم يكونوا سمعوا الرد من عندكم من بين الدوافع اللي قلتي الأخ داود أن هاد الأخ الجزائري مشاء باش يكب المرته باش تولي تسمع منه وكان دوافع على الخرى اللي ستخلي الناس يمشوا عند السحر والمشعودي أو يعني كان كل واحد عنده سبب إحنا ما غادي نبقى نذكر الأسباب ديال الناس اللي نحب نشدد عليه ونبين حقيقته هو أن للرب يسوع المسيح ابن الله كل سلطان في السماء وعلى الأرض الشياطين كانت تخاف من يسوع لما كان على الأرض لما كانت تشوفه كانت تغوت كانت تقول أشنو بينا وبينك يا يسوع ابن الله الشياطين كانت تعرف وما زالك تعرف بأن يسوع المسيح هو ابن الله المتجسد وكانت خاف منه كانت خاف منه خاصنا نقول لأخوتنا العرب يردوا بالهم من هذه الأكاذيب اللي يقول لهم بأن هناك واحد واحد الأمة ديال الشياطين مؤمنة موجودة حتى في الجنة وأنها واحد النهار في الأسبوع كجي تصلي مع المؤمنين الردبان هذا وهم وخطر فيه هو خطر الموت عهد مع إبليس لأن الشياطين هي شياطين وهي أعداء الحق والشيطان رئيسهم هو عدو الحياة عدو المؤمنين المسيحيين بالحق فإن كان أحد في المسيح لا شيء يقدر يفصل على محبط الله في المسيح لا الحياة لا الموت لا الملائكة لا أي حاجة تقدر تفصلنا على محبط الله اللي عندنا في المسيح أتسمحوا لي نخلوا عزائنا المشاهدين مع فاصل قصير ونعودوا بعد الفاصل عدنا معكم مرة أخرى عزائي المشاهدين مع برنامج مسيرة المؤمن ومع ديوفنا كرام الأخ يوسف هلاش إحنا كمؤمنين خصنا بعده أو نخلّوا علينا الشعودة إذا كنا تنمرسوها قبل الإيمان؟ لأنه المؤمن انتقل من الظلمة إلى النور انتقل من الموت إلى الحياة المؤمن مبقاش عايش كما كان عايش الآن ولا فيه روح الله وهيكل الله وروح الله ساكن فيه فلازم يعرف المؤمن بأنه جسده مبقاش الملك دياله يعني الداخل دياله مبقاش ملك دياله وخاصه يبعد على هاد الأمور لأنه هاد الأمور كتخلي الإنسان يبدأ متأكل عليها متأكل وضع اتقا دياله في هاد الأمور أنه هي اللي تسهله المستقبال أنه هي اللي تقدله الأمور إلا بغا إلا بغا شي حاجة مثلا بغا ينجح في شي امتحان أو بغا يحصل على خدمة أو بغا مثلا فعلاقة الزوجية تطرى بزا نعم فعلاقة باش حياة الزوجية تقاد كيمشول هاد الأمور باش لأنه هم بغاوا شي عون شي مساعدة على المشاكل أو القرارات اللي كي يواجهوها لكن المؤمن خاص يعرف بأنه الآن هو صبح ابن لله تقتل له ولا هي فالله الله هو ضامن المستقبل دياله كل الأمور اللي هو بغاها وكيتمنها لازم يجيبها عند الله الله هو اللي عنده القدرة باش يتدخل في مستقبل هاد الشاب أو هاد المؤمن هو اللي عنده القدرة أنه يقدلي حياته الزوجية هو اللي عنده القدرة أنه يقدلي أموره أيضا الاجتماعية والاقتصادية فما يتاكلش على أمور أخرى وإلا كي يوضع بحل اللي قلتي شاريك للله أو كي يوضع سيد آخر يعوض أنه يكون ولاء وهو للله وكذلك كما عنده علاج يخسر فلوسه نعم الأخ داود في خروج ٢٢١١ تنقرأه لا تدع ساحرة تعيش أش يعني هذا؟ كان شو حد ساحرة قتلوها؟ يعني خاصنا الآن نتعمق في دراسة الأحد القديم باش نتمكن من تفسيرو من فهمو وتفسيرو باش ما نوهمش باش ما نقولش ذاك ش اللي كان يدار في ذاك الوقت خاصنا نزيد نمارسوه لما الله عطا شريعتو كان الشعب مازال كي يحبوه كان مازال باقي بحل صابي تعطيه الحليب ما تعطيهش بوفتكا فلما دخلوا للأرض اللي وعد أباهم باش يعطيه لهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب حذرهم باللي غادي يجبروا تمك ملحدين غادي يجبروا تمك شعوب فاسدة شعوب تعطية للسحر والشعودة ما خصهمش يتعاملوا معهم ولا يعبدوا آلهاتهم إلى آخره وما خص يكون سحارة في وسطهم أي ساحر في وسط شعب الله في القديم فكان شريعة الله يعني واضحة حتى حاجة اللي هي من الأمام تدخل وتنجس هذا الشعب اللي افتداه الله من أرض العبودية في مصر فالآن إحنا ما كنقولش هذا السحار خاصوا يترجموه أو لا شي حاشا لا حاشا إحنا كنقول للناس لسيما للمؤمن بالمسيح اللي آمن أن يسوع المسيح هو ابن الله اللي مات من أجل الخطايا وقام من الموت في اليوم الثالث من أجل التبرير نقول له تشجع وفرح أن المسيح أحررك من خوف إبليس خوف الموت وعقاب القبر إلى آخره الآن عندك حياة جديدة ما تتعاملش مع ذلك الشي إذا كان عندك الأهل حاول تنصحهم صلي من أجلهم لكن ما تتعاملش ولا تقبل أي حاجة حتى الأكل مع السحار ما خصوش يكون لولاد الله طاهرين فالسحار ما عنده مكان نقرا في الكتاب المقدس في العهد الجديد مثلا كيفاش السحارة كانوا يحبوا يأخذوا القوة من تلاميذ المسيح لما كانوا يشوفوهم اللي الروح القدوس هو عند تلاميذ المسيح عند المؤمنين وبإسم يسوع كانوا يعملوا المعجزات لأن كانت عندهم السلطة واحد من السحارة بغى هذه السلطة بغى يشريها وغى يشريها ظن بأنه بالفلوس يقدر يشري فلعنوه تلاميذ المسيح لعنوه هو وفلوسه فهذا الشيء يعني ما خصوناش نخلط الله قدوس كل يدعي بإيمانه بالله القدوس فليفرح ويبتعد على كل شيء في هذا النجاسة وهذا السحر وهذا الخرائف خرافات كل هذا ما خصاش تكون من نصيب المؤمن أخ يوسف النبي الله حسقيال قال بأن الله وحاليه بكلامه قال ألويلو للأنبياء الكذبة الحمقين تالفين لأنهم بحال تعالب في الخلا ونبواتهم بطلة وعرافتهم كذبة ما معنى الجل العرافة الذي قصد هنا النبي حسقيال العرافة هي مرتبة الشوافة أو الشواف هو الشخص الذي يدعي بأنه يعرف المستقبال ويعرف ماذا يقع في المستقبال مع العلم أن الوحي الذي يقع في المستقبل هو الله فالأنبياء كانوا من بين الأنبياء الذي كانوا في ذلك الوقت والذي سيظهروا حيث حسقيال هو كتاب نبوي فهو يتكلم على الوقت الذي كان يعيش فيه حسقيال وكذلك عنده امتداد فكان الأنبياء الذي سيظهروا في ذلك الوقت الأنبياء اللي غادي يظهرون في المستقبل غادي يجي بيناتهم أنبياء كدابين. فأعطى بعض التلميحات للأمور اللي خاص في حين أنهم كيجهلوا المستقبل وغادي غير يبغي يضيعوا الناس ويبعدهم على طريق الحق وهذا تحذير باش احنا من مشيوش مورا كل واحد كي يجيوك يقول لنا أنا كنت تكلم باسم الرب بزاف الناس كي يجيوك يقول لك أنا كنت تكلم باسم الرب راه الرب دير وغادي يدير ويعمل وغادي يفعل فخصنا نحتاطهم من هذا لأنه اللي كيتكلم باسم الرب لازم تكون فيه صفات الرب المسيح أيضا حذرنا من الأنبياء الكذابة لكن أعطاناك الوسيلة اللي غادي نعرفوه بها هاد الأنبياء قال من ثمارهم تعرفونهم يعني كتشوف ثمار ديال هذا اللي كيدعي النبوة كتشوف ثمار دياله واش هو صادق في أقواله واش هو رحيم بالناس واش هو محب للخير للناس أو لا كيسعاليها لك الناس كيس كي أمر بأنه يتعدى الواحد على حقوق الآخر واش كي حافظ على الوصايا العشر يعني من بين الوصايا العشر مثلا أكريم أباك وأمك من بين الوصايا العشر لا تقتل من بين الوصايا العشر لا تزني من بين الوصايا العشر لا تسرق من بين الوصايا العشر لا تشهد شهادة الزور لا تشتهي مالي غيرك فنتشوف حياة هذا الشخص فيها شي وحدا من هذا لأنه يقول يعقوب نبي يعقوب يعني واحد من تلاميذ المسيح من تلاميذ المسيح اللي اكتب الرسالة في رسالة يعقوب يقول إذا الواحد حفظ الشريعة ككل يعني الوصائل حفظهم كاملين وغير في واحدة صار مجريما في الكل فمعنى ما نتسنوش أنه النبي يعني يحفظ لنا الوصائل العاشر كاملة باش نقولوا هذا هذا راه نبي من عند الله او لا يخطأ يعني يخطأ فيهم كاملين باش نقولوا إذا خطأ غير في واحدة نعرفوا بأنه هذا ماشي من روح الله فمخصناش نخاف منه خصنا ننتابهوا الأمور نكونوا على بان حتى واحد ما كيعرف المستقبل إلا الله والأنبياء اللي كيجيوا كييداعوا معرفة المستقبل كينين طرق اللي كاتبين الكاذب ديالهم الخداع ديالهم وحنا نخصنا نحتاطوا ونرضوا بالنا باش ما مش تتبعوش طريق ديالهم لأنه غتبعدنا على الله تدليلها لك يعني السحر وكيف ما قلت العرافة مش العرافة العرافة يعني الشوافة ماشي بحل بحال لا كل شيء بحال بحال كل شيء من نفس نفس الفصيلة من نفس المنبأ إبليس عدو الحية إنما إحنا ما نخافش من إبليس لأنه رب الأربع ملك الملوك يسوع المسيح ابن الله الحي انتصر عليه على الشيطان وغلبه لأن هذا في الكتاب المقدس ابن الله ظهر لكي يعطي الأعمال إبليس وقلت والكتاب المقدس يعلمنا هذا لما كانت شيطين تشوف المسيح كانت تخاف منه وتغوت وجيت يا ابن الله باش ترمينا للهلاك قبل الأوان وما زالت تخاف منه ابن الله ظهر وانتصر على إبليس فهذا الشيء في الكتاب يعني أنا كيف تعجبني واحد الآية نحب نقراها آية عظيمة مثلا هنا كي يقول كيف ابن الله ظهر لكي يعطي الأعمال إبليس لكي يعني أذهان الناس كيتكلم على الإنجيل كان إنجيلنا محجوب فإنما هو محجوب لدى الهالكي لدى غير المؤمنين الذين أعمى إلى هذا العالم أذهنهم حتى لا يضيء لهم نور الإنجيل المختص بمجد المسيح الذي هو صورة الله يعني هذه كتبية اللي نبلي الرب يسوع المسيح انتصر على العالم انتصر على إبليس انتصر على الموت هو اللي جسد باش يتمكن على الموت ليقضي على من له سلطة الموت أي إبليس ويحرر من كان الموت من كان الخوف من الموت يستعبدوهم طوال حياتهم يعني هذا هو يسوع المسيح اللي خصم حبتنا الكاملة تكون له وحياتنا له وهو يحفظنا هو حياتنا للأبد أخي يوسف شنوى ضرب الفعل يمكن قلتها غلط ولكن شنوى ضرب الفعل نحن كنقوله الفعل هو أنه الواحد يتمنى حاجة مزيانة تكجي من الفعل ومعرفش يعني موالفين على التعبير يعني كيقولك يكون فعل فعل مزيان هذا جايب لي فعل زوين يعني كتلقى مع شي واحد في الصباح كتبوا لهذا فعل زوين أو لك تكلم في حاجة تكلم في حاجة وتسمع واحد الكلام وتقول اسمع الفعل الفعل يعني الفعل هو أنه الواحد يتمنى حاجة مزيانة حال الظهر حال الظهر وكان الناس اللي كيمشيوا عند أشخاص باش يكون عندهم أنهارهم زوين أو تكون سمال ديالهم زيانة وهذا أيضا من بين الأمور اللي الله ما كيبغيش لأنه المسيح ما وعدناش بأنه حياتنا تكون كلها ورود كلها تركنا كلهم فرش بالورود ولا بدا ندوزوا في مضايقات ندوزوا في أعلام ندوزوا لكن نشوف بأنه كل شيء كيوقع لنا لازم نتابه بأنه الله كيبغي يعلمنا منه أشياء جديدة فنفتحه عينينا ونتعلمه من الله وهذه النصيحة سنعطوها لأعزائنا المشاهدين بأن هذه الأمور غير زيدة وخطيرة وأنها تبعدهم على المسيح خصوصا المؤمنين اللي هما تبعوا أنهم مؤمنين وما زال محيدوا منهم هات الشيء وإلى اللقاء في حلقة مقبلة موسيقى موسيقى